على الجنة واليوم الموعود والآخرة كان هناك شخصان يسيران على طريق مشترك لا يوجد غيره أحدهما كان يعتقد بأن هذا الطريق سيؤدي به إلى مدينة السماء أما الآخر فكان يصر على أنها تؤدي إلى أمر مجهول لكن المشكلة أنه لم يكن هناك طريق آخر غير هذا الطريق وكان عليهم أن يسير معا فيه بالتالي لا أحد منهما يستطيع أن يتنبأ بما سيجدانه بعد أول منعطف خلال مسيرتهم واجهوا لحظات من اللطيفة السعيدة وأيضاً واجهوا لحظات فيها خطر كبير وأيضاً معانات أحدهما كان يفكر طوال الرحلة بأنها هذه السفرة أو الطريق هذا الإجباري هو طريق يؤدي به إلى مدينة السماء وأنه كل ما يجري هو عملية حج إلى هذه المدينة طبعاً أي لحظة سارة هذا الشخص كان يفسرها على أنها عملية تسجيع أما إذا كانت هناك عواق فيفسرها على أنها اختبارات اختبارات إلى أهدافها وأيضاً هي مجرد دروس في الصبر والتحمل وهذا ملك المدينة مدينة السماء التي سيصلونها بعد نهاية الطريق هو صمم هذه المعانات وهذه السعادات بطريقة خاصة حتى الإنسان يتعلم ويتعظ بشكل أو بآخر مما هو فيه هذا الشخص الأول الشخص الثاني قال بأنه إحنا مجبورين نمشي بهذا الطريق وأنا ما أعتقد بهذا الكلام وأنا أعتقد بأن هذه الرحلة هي مجرد تجوال بدون أي هدف ولكن المشكلة إحنا ما نقدر نجنب هذا الموضوع فأفضل حل هو أنه نعيش لحظات السعادة وأيضاً نحاول أن نتجنب أو نتحمل لحظات الشارع وبالنسبة له لا يعتقد بأن هذا الطريق سيؤدي إلى مدينة السماء ولا أن هذا الطريق له هدف أصلاً وحتى أن وجد هذا الهدف فلا أحد يستطيع أن يحسم أمره مبكراً كل ما علينا يقول أن نسير في هذا الطريق وأن نتعمل أن يكون هناك طقس جميل ولطيف بدلاً من الطقس السيء أو الظروف الصعبة وهذا هو الذي يجب علينا أن ننتبه له بالدرجة الأكبر من خلال هذا العرض نتوصل إلى قضية أساسية والشخصان هذا ما كان هناك اختلاف على غموض الطريق لكن كان هناك فقط على أن هناك في نهاية الطريق هدفاً محدداً أو لا لكن المشكلة أن تأويلاتهم المتعارضة لما يحدث يعني عندما يمرون في منطقة أو يعبرون منعطف محدد سيصادفون مصداقية ما يقوله أحدهم فيما يكتشف الآخر أن هناك ما لم يكن يتوقعه أو يظنه في النهاية كلاهما أيضاً متفق على أنهم سيواجهون في المستقبل مشكلة محيرة وخطيرة الأول فقط يقول بأن هذا الطريق سيؤدي إلى نتيجة نهائية وأن هذا الأمر سينتهي إلى لا يقين راسخ لا بد أن يصلون له أن عاجلاً أم عاجلاً وأن ما نحن عليه حالياً هو فقط الذي يتصف بالغموض وعلينا أن نحاول أن نتخلص من هذه الغموض بالإيمان بالمتحقق الأخروي أو الحياة في مدينة السماء أو الجنة بالتعبير الإسلامي والمسيحي وأن هذا الطريق هو مجرد ممر وبالنسبة للذي يؤمن بوجود نهاية هذا يعتبر الطريق هو مجرد ممر ممر باتجاه الوصول إلى النهاية لكن الذي يبدو أنه واضح أنه من قبل الطرفين أن الهدف والطريق لا يمكن لأحد أن يختارهما ولكنه بالحقيقة هو مجرد خيار بين الإيمان والإلحات الأخطر والأعمق أن الطرف الأول يبدأ بمشاهدة العالم ويحساس بوجود العالم بطريقة مختلفة تماماً عن الطريقة التي يشعر بها الملحد أو غير المؤمن المؤمن بالنتيجة يتوقع أما الملحد فلا يتوقع بوجود نتيجة لهذا كل هذا العناء والتعب آهل من نحش الطريق وقلة الزاد وعناء السفر مقولة عظيمة وجميلة جداً والطرف المؤمن في هذه المعادلة دائماً يشعر بأنه هو ابن الله أو هو من أولاد الله وهذا الطريق سيؤدي بنتيجة لأن يحقق أبن الله أو أبناء الله اجتازون هذا الاختبار الصعب في النهاية طبعاً كما رأينا هذا المشهد هذا التصور هو بالضبط قريب إلى التصور المؤمن والملحد أو غير المؤمن لما كلهم يعيشان للمشكلة نفسها لكن كل منهم لديه تصوره الخاص المشكلة دائماً عند المؤمن يعتقد بأن وجوده يحتم عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الوجود ومسؤولاً عن كل شيء حوله وعلى الجميع أن ينصعوا لهذه المسؤولية وأن هذا المكان وهذا الطريق هو مسألة يجب الاعتناء فيها وأن عدم الاتراب ووجود غاية وهدف هو شيء لا يجعله مرتاح البال وقلقاً ويرى بأن عليه أن يخطط لإدارة شؤون حياته توقع كل ما يحصل يخشى من وجود من يهدم عليه هذه اللذة الخاصة به أو هذا الحلم الذي بناه في عقله لكن هو السؤال الواجه المؤمن من قبل الملحد عندما يقول أنت من قال لك بأن هناك وجود بعد الموت أو أن هذا الطريق عندما ينتهي سيكون هناك إله لا يوجد ضمان أنه هناك إله ويقول لا هناك مدينة الله مثلاً لكن ما هو الضمان بوجود مدينة الله لا يوجد شيء يثبت وجود الله وليس بالضرورة أن يكون هناك وجود بعد الموت وأن في هذا الوجود سيتم الحساب لا وجود لأي أمر ملزم بوجود دار الحساب أو نهاية وحتى لا افترضنا وجود ما بعد الموت أو الإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى فهذا لا يعني أنه بالضرورة سيقع في مدينة الله أو سيدخل إلى الملكوت بالتعبير المسيحي أو يتم عرضه على الملائكة ويتم تسليمه كتابه إما بيمينه أو بشماله هذا أمر افتراضي قد لا يكون حتى إذا افترضنا موجود الغيب أو أنه نالك عذاب بعد القبر وحساب وقيامة فهذا أمر لا يمكن الجزء به ولا يبدو أنه له علاقة بالمؤتقدات الدينية أو الإيمانية ربما الإنسان ينتقل إلى أفق آخر ربما يكون أصعب وأكثر رموضاً مما نحن فيه لا وجود لأي دليل على أننا في نهاية هذا الطريق سنصل إلى مكان أو إذا افترضنا أنه هناك هدف فهذا الهدف بالضرورة لا نستطيع أن نتخيله ربما يكون هذا المرحلة الثانية أو بعد الموت ربما تكون أسوأ وأكثر صعوبة بل ربما أيضاً شيء مختلف تماماً كل ما نتصورها وهذا الاهتمالات لا يمكن نفيها ولا يمكن لأي مؤمن أن يتخلص منها هو يتعكز على نصوص مقدسة وحتى النصوص المقدسة ممكن تأويلها بألف شكل وشكل حتى إذا ما يتعكس على النصوص المقدسة هو يتعكس على الذي في ذهنه قراءته الخاصة لكن أيضاً هذا لا يؤدي بالنهاية إلى شيء له نوع من التحديد الدقيق لمآل الأمور في نهاية هذا الطريق أو بعد نهاية هذا الطريق بالختامة أشير إلى مسألة أيضاً تحتاج النقاش وما معنى أنه هناك إله هل هي أبارة لغوية؟ ما معنى وجود الله؟ ما معنى وجود القيامة والآخرة؟ ما معنى أنه هناك شيء بعد هذا الطريق؟ شيء ما؟ هل هو شيء؟ هل هو ملكوت غيبي؟ هذه الأسئلة أيضاً مهمة ربما أحنا عندما يتحدث المؤمن عن هذا الموضوع ربما يتحدث عن مسألة لغوية مفهومية مجرد موجودة في ذهنه فقط خاصة راقبنا الناس الذين يؤمنون بعد أديان مختلفة وأليها مختلفة خاصة خلال المئة السنة الأخيرة بدأت الناس تكشف أديان مختلفة جداً وأنه هناك على هذا الطريق طريق الحياة أو الوجود البشري هذا الطريق فيه احتمالات عديدة جداً وهناك كثير من الشعوب التي توقعت نهاية هذا الطريق بأشكال لا حصرة لها إذن نحن بصراحة نتحدث عن أنفسنا أو عن السردية التوحيدية اليهودية المسيحية الإسلامية هذه السردية تقول أنها نهاية هذا الطريق ونالك ثواب وعقاب ويوم قيامة وحشر وأيضاً يوم الملكوت وعودة الأرواح الضالة إلى مصدرها الأصلي الله نفق فينا من روحه وعلى هذا الروح أن تعود إلى ذلك المكان هذه الفكرة أساسية لكن عندما نكتشف ونطلع على مذاهب والأفكار التي وجدت لها كثير من الشعوب أن نكتشف أشياء متهشة ولا يمكن أن تخطر على بال أسف علي طالع وشكراً جزيلاً وأتمنى هذا المثال يقدم لنا شكل موجز لما نختلف عليه وأتمنى أن يكون هذا الشكل المختصر للقضية التي نحن عليها هذا الشكل المختصر هو يعطينا نوع من الهدوء يمنحنا نوع من الهدوء نوع من السكينة نوع من التفهم لجوهر الخلاف بين الناس جميعاً وبما يحد بعد ذلك من الخلافات ما بيننا وتحولها إلى قضايا لا يحمد أقباها قبل أن أودعكم لا بد أن نختم أن أقول أن هذا المثال من الفيلسوف جون هيك وهو لاهوتي مشهور جداً من كبار فلسفة الدين في القرن الأشرين من كتابة اللي اسمها Faith and Knowledge هو كتابة يعني الإيمان والمعرفة الطبعة الثانية صفحة 177 شكراً جزيلاً مع السلام